شاهدت جبهات شمال الضالع هدوءا حاذرا في مختلف النقاط المحورية وسادت أجواء من هدوء الحذر جبهتي موريس والأزارق بعد اشتباكات عنيفة جهدتها أمسا كسرت من خلالها القوات المشتركة زحفا واسعا لميليشيات الحوثي التي حاولت التقدم هناك واستهدفت الميليشيات الحوثية بعدد من قذائف مدفعية الهاون مواقع القوات المشتركة في حبيل العبدي ومحيط لكمة عثمان بالفاخر وكانت قد وقعت اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والمتوسطة في جبهة بتار شمال غرب حقر وقامت الميليشيات الحوثية باستقدام تعزيزات كبيرة من مسلحها إلى منطقة الشاملية المحاذية لمنطقة صبيرة التي تتمركز فيها الميليشيات